فهو درب به نور به ترقى به تحيى عالما حرا فخور من يهدي الله فلا عظل له ومن يضلل فلا عادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا مع الإسلام كالشاشة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبنا يا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإني أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته حيث يقول سبحانه وتعالى مخاطبا كل واحد فينا بصفة الإيمان أي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأن يختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله آمين آمين أما بعد ما زلنا في ضلال الإسراء في شهر الإسراء وسورة الإسراء بعد أن أنهى الله سبحانه وتعالى الحديث عن نبوءة بني إسرائيل في التوراة وبعد أن قال القانون وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا بدأ الكلام عن الأمة التي ستخلف أمة بني إسرائيل وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بادئا الكلام عن الهداية ولاحظوا التعبير إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي اللغة العربية تأتي بمؤكدات عندما تتكلم جملة خبرية خبر معين هذا الخبر بحسب السامعين إن كان السامعون مؤمنين لا نؤكد نقول القرآن يهدي القرآن يهدي يكفي لكن عندما يكون السامع متشكك أو معاند لا بد أن تأتي بمؤكدات لاحظوا التأكيد إن هذا القرآن الجملة الإسمية وإن يهدي للتي هي أقوى ولاحظوا أن الله عز وجل استخدم هنا اسم الإشارة للقريب لم يقل إن ذلك القرآن يهدي لكن لما كان الكلام عن تحدي الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك ريب في القرآن قال ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك اسم إشارة للبعيد يعني يبعد القرآن عن أي ريب وأي خطأ وأي زلل إن ذلك الكتاب إن ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب هنا إن هذا القرآن هذا قريب فالهداية قريبة أما الريب مستحيل يبعد بعد استحالة إذن يا إخوة البشرية التي حارت منذ آدم عليه السلام إلى اليوم إلى بكرة إلى يوم القيامة في سبيل الوصول إلى السعادة الأبدية القرآن جاء بالوصفة الربانية تريدون الهداية؟ القرآن القرآن كلام الخالق الخالق الذي يعلم ما يصلح لي وما لا يصلح لما لا أطيعه لما لا أسير وفق منهجه كم مرة يقول الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن والله يعلم وأنتم لا تعلمون إحنا في حياتنا الدنيا نثق بالعلماء يعني أنت مثلا فحصت السكر وجدوا عندك الطبيب قال السكر عندك عالي شو بتعمل؟ بيقول لك وقف أكل الحلويات على طول شو بتعمل؟ يا مرى ما في حلو بعد اليوم ليش التزمت بكلام الطبيب؟ لأنك تثق بعلمه ما في غير هيك ودفعك حتى مصاري الله عز وجل ما عم دفعك شيء؟ عالم الغيب والشهادة والناس لا تثق بعلمه أليس هذا من الجحد الذي أخبرنا الله عز وجل إن الإنسان لربه لك نود؟ يعني من داخلك ما في توجه بدك من الخارج هذا الخارج اللي هو الأنبياء والرسل والكتب فهذا القرآن هو هداية للبشرية لو أن البشرية تعي عظم هذه الرسالة لما كان هناك شقاء ولكن هذه حقيقة سنة الحياة الدنيا إذن إن هذا القرآن هذا اللي بتعرفوه يهدي الآن لماذا لم يأتي الفعل بالماضي؟ إن هذا القرآن هدا ما الفرق بين بلاغيا الفعل الماضي والفعل المضارع؟ لو قال إن هذا القرآن هدا يعني الفعل حدث وانتهى الآن ما في فعل ما في حدث لأن الفعل الماضي حدث الحدث في الزمن الماضي والآن أنا أتكلم عنه وقد انتهى لا القرآن يهدي هدايته مستمرة يهدي فعل مضارع ومتجددة مستمرة ومتجددة وفرق بين الاستمرار والتجدد يهدي إلى ماذا؟ يهدي للتي هي قيمة؟ لا للتي هي أقوم ما الفرق بين قيم وأقوم؟ زي الفرق بين جميل؟ أجمال حسن؟ أحسن زاكي؟ أزكى إذن صيغة مبالغة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ما معنى أقوم؟ إيش معنى قائم؟ القائم المستقيم يسمى قائم ولا شك أن في الفيزياء أقل مسافة بين النقطتين هي الخط المستقيم أقل مسافة بين النقطتين الخط المستقيم إحنا يا إخوة نريد أن نذهب إلى الجنة الجنة نقطة وأنت نقطة أقصر طريق إلى الجنة طريق القرآن الأقوم والطريق الذي وصفه القرآن يتصف بثلاث صفات أولاً طريق الله عز وجل واسع يسعك ويسع الآخرين لذلك ما تكون متشنج لا بس أنا اللي بدي أروح لا ورحمتي وسعت كل شيء اللي بدي يتفضل أهلا وسهلا لا يكون هو ربك لحالك لا يكون انت عام العقد إلي لا هذا مفتوح إذن واسع طريق الله ماله واسع الأمر الآخر طريق الله عز وجل واضح ما تقول بعرفش مش شايف معقول مش شايف مش شايف إنه هذا غلط طيب انت مش شايف ما حدش كان شايف وحكالك ما سمعتش ولا خطبة ولا درس ولا آية ولا صليت في تراويح ولا في مسجد ما بتعرف الأمر الآخر مستقيم إذن طريق الله عز وجل مش معوج أهل الكفر وحكومة مكة في زمن قريش كانوا يريدونها عواجة بدهم مش الطريق تكون مستقيمة لأنه الاستقامة تعني كشف العيوب بدهم إياها معوجة يا أهل الكتاب يا أهل الذين لم تصدون عن سبيل الله وتبغونها عواجة لا طريق الله مستقيم إذن هذا القرآن يا أمة محمد يا من تعاني من الأرق والتعب والفساد والظلم طريق الهداية معنا كنز تركت فيكم يا الله ما أجمل هالوصية من حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا أبدا واحد عم بيقول لك أنا بعطيك ضمانة ما في ضلال يعني ما في تعب ما بتقبل بالظلم كتاب الله وسنتي وكلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى إذن إحنا يا إخوة الحمد لله هذا من الفخر الذي نفتخر به أننا رأينا النور خرجنا من الظلمات إلى النور يهدي للتي هي أقوى لكن يا إخوة إذا لم تتعرض أنت للهداية ما تقول مش موجودة يعني واحد حاشر حاله في غرفة ما فيها شبابيك وبيعمل شكوى فيش شمس مش شايف وين الشمس ما في ضوء اطلع برا اطلب الهداية اطلب الضوء تجده إذن هداية الله موجودة لكن تحتاج إلى ماذا جهد منك أنت تتعرض لهداية الرحمن تبذل جهد لذلك ربنا شو قال وقل اعملوا بدون ما نعمل ما منوصل يهدي للتي هي أقوى ويبشر ما بشر يبشر مضارع دايما لما نقرأ القرآن بتحس أنه فيه اتصال شخصي بينك وبين الكلام عم بيعطيك دافع ايماني دافع روحاني رباني تشعر بالفرح هذا الفرح سر رباني يبشر تسعد هذه البشارة بماذا ويماء ولمن البشارة البشارة بماذا ولمن لاحظ الآية ويبشر المؤمنين إذن البشارة لمن للي بآمن بس بآمن ما في ناس بقول لك اي أنا قلبي ملان ايمان طب ما بنشوفك يوم الجمعة هو لازم أصلي آية علي لازم أصلي لا أنا مؤمن ما في داية أصلي خلص الامان في القلب لا لو كان القضية هيك كان كتير من الناس ما ليش نفتح مساجد ونصلي ونصوم ونتعبد الله عز وجل يريد لك الخير هذه العبادة مش لله لله بالنية لكن الفائد الامين إلك انت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة فيها صلة بينك وبين الله صلة بينك وبين المجتمع فيها تنقي للناء للجسد تنقي للروح تزكي للنفس فيها طهارة فيها نظافة فيها على خير كثير في الصلاة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إذن ما تقول لمؤمن بلا عمل هذاك آمن استشهد دخل الجنة خلص انتهى عمره أما آمنت وعندك وقت في عمل وخير وأحب العمل لابد أن تبدأ به الفرائض ما افترض الله عليك ويبشر المؤمنين أسأل الله أنكم منهم قولوا آمين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر بس أجر لا عم بيقول لك القرآن المؤمن النقي التقي اللي بيعمل الصالحات لوجه الله لا رياء ولا للسمعة للسمعة سيأخذ أجر كبير أجر كبير من مين من الكبير سبحانه وتعالى لذلك يكفي أن تعلم أن الذي سيكافئك رب العالمين إذاك لا تسأل كم الأجر هذه الأسئلة التي تصلنا أحيانا كم بيا ربنا بيعطي وكم حسنة وكم وكم الكريم الكريم واحد كريم بتروح عليه بتسأله قد يش بدي يعطيك ولا بتخل له أنت وكرمك أصلا بسموه إنسلتنج لو بتسأله تعطيه أرقام جزء ما بطيقاش ولا تعريف ليش إهانة إهانة لا يطلب أرقام من أهل الكرم ما بألك بالكريم رب العالمين أجرا كبيرا طيب بدأ مذكرنا المؤمنين طيب اللي ما بي آمن اللي ما بي آمن إحنا بنظل ندعي له ندعي له ندعي له حتى يقول لك أنا ما بدي إياكم ولا بدي أحكي ولا بدي أسمع وأنا مصر ومعاند مصر ومعاند اسمعي الآية ماذا تقول وأن الذين لا يؤمنون بماذا الغريب يا إخوة إنه الناس تغفل عن هذه القضية لا يؤمنون بمحمد ما قلش بمحمد لا يؤمن بالقرآن ما قلش بالقرآن قال لا يؤمنون بالآخرة هو لما أنا آمن بالآخرة بآمن بالنبي على طول بآمن بمحمد وبآمن بالقرآن وبآمن بطلوب مني الآخرة مفتاح آمنوا بالله واليوم الآخر بالله واليوم الآخر لأنه اليوم الآخر تلقائيا هو السبب اللي بيخليني ألتزم اتخيل لو أنت ما عندك في شغلك بحده براقبك لا في مدير ولا نائب مدير ولا في سيستم إيش بيخليك تروح الساعة سبعة الصباح ما عندش سائل بروع ع 12 بروع ع 12 وربع وإحنا المثل بيقول المال السائب شو بيعلم إذن إذا إحنا الناس الناس لا نقبل أن يكون في نظام بلا رقابة ومحاسبة لا قبل لا نقبل بسير فوضى لأنه إحنا مفطورين على الحب حب الخير لأنفسنا مفطورين بدنا إيش من برة خلنا نحب لغيرنا بدنا إيش من برة لذلك ألم نجعل له عينين ليش العينين موجودات مشان نحاسب ونشوف طب أنت بدك تحاسب وتشوف وتنكر هذا على رب العالمين ما يحاسبك وشوفك لا ربنا حيحاسب لذلك شو بيقول الله وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة الآخرة اللي بتخليك تلتزم انت ولو ما في كاميرات بتصورك أنا عندي وازع داخلي ديني هذا الذي تفتقر له كثير من المجتمعات البشرية اليوم كثير للأسف الشديد العرب اليوم والمسلمين بلشوا يعني يتهاونوا في هذا لا الرقابة داخلية أنا ما بسرق مش لأنه في كاميرا لأنه أنا من جو أخشى الله إني أخاف الله في رقابة أنا ما بني في وازع ديني لذلك الذي لا يؤمن بالآخرة عنده كل شي مباح ما حد حاسبك وبالتالي هنا الخطورة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما من اللي عم بيعد العذاب نسبها الله له أعتدنا هذه نا الملكية جمع الفخامة جمع العظمة الرويل نا وقال الله إز واحد مشيك الله واحد أعتدنا قل أعتدت لأك لما تكون فيها فخامة جمع الفخامة والعظمة حتى يشعرك بالمهابة نستخدم هذا ولا لا نحن نستخدم نستخدم أهل اللغة أعتدنا له لهم عذابا أليما أعتدنا لهم عذابا أليما نسأل الله العفو والعافية هو لو قال ربنا عذاب بكفي إلى حال بخوف ما بدك لنقول عذاب أليم نسأل الله العفو والعافية قول دائما يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني يا عفو هذه مهم يا أخواني مهم جدا لأنه ما ما في حذاب يضمن نفسه لكن إن أخطأت وقصرت أطرق باب الكريم والله لو طرقت باب كريم بشري ما بردك خائب ما بلك بالكريم الخالق سبحانه وتعالى هو يحب منك أن تدعوه وقال ربكم ادعوني أستجب ادعوني أستجب بس بصدق بصدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ربك قريب إذا أنت بدك يا يكون قريب فأنت بتحدد قريب ولا بعيد الآية التي تليها وفيها شوية يعني غموض ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير كيف يعني ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير كلغة كلغة ويدعو الإنسان بالشر حال دعائه لنفسه بالخير دون أن يعلم أنت بتكون تدعو نفسك بالخير صح تظن أنه خير لكن حقيقة هو شر السبب لاستعجال وكان الإنسان عجولا الإنسان مفطور على العجلة بده كل شيء الآن بسرعة 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 اللي كانوا ما يتوكلوا على الله يتوكلوا على مين على القوي مستعجلين مستعجلين القطف الثمرة فمتوكلوا على القوي وبتركوا مين رب العزة ألا تتخذوا من دوني وكيلة حذرنا الله عز وجل وهون وكان الإنسان عجولا إحنا يا ريت هاي الوظيفة إلي يا رب الوظيفة إلي يا رب الوظيفة إلي يا رب الوظيفة إلي إنت بدك إياها ومصر وإذا ما طلعت لكش بتصير تعيت وتبكي وتصرخ ولا بتوكل ولا بتشرب لا هذا لا يجوز هذا خطأ لذلك أفضل مثال لتفسير هاي الآية إبراهيم واحد في السجن كل أول شهر بيجي هالغفير ومعاه لست أسماء الناس اللي حتطلع حتروح فهذاك يوم أول الشهر شو بدل يدعي يا رب اسمي في الورقة يا رب اسمي في الورقة يا رب يكون اسمي في الورقة هو بيدعي بي خير صح يظنه خير ويطلع له هذاك اليوم الغفير جاي بالورقة اللي حيتمدد لهم مش اللي حيطلعهم واسمه في الورقة فهمت الفكرة إذن يدعو الإنسان لنفسه بالشر حال دعائه بالخير دون أن يعلم السبب العجلة لذلك دائما نقول يا رب إن كان لي خير في هذه الوظيفة اجعلها إلي مش يا رب الوظيفة بديها 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 لا قول إذا فيها خير وإذا ما فيها خير يا ربي ابعدها عني وابعدني عنها وردني بقضاءك وقدرك الرضا لذلك أهل المحبة بيقولوا إذا لم تنجز أو لم تحقق شيء اعلم أن الله اختار لك غيره فليش زعلان ربنا اختار لك إشي تاني هو بيعلم أنت لا تعلم لذلك المسلم المؤمن المسلم المؤمن دائما هادي إن أجت حياها الله ما أجت عادي اقلب الصفحة في دائما الخير في ما يختاره الله عز وجل طبعا هذه القضية مش سهل إنك تزرعها في النفس والناس تطبقها بسرعة بدها إيش؟ تدريب تدريب وتزكية النفس ارفع مستوى الثقة بالله سبحانه وتعالى ارفع مستوى الثقة زي ما منثق بالطبيب ثق بالله ثقة مطلقة تسعد باختياراته لك ولا تسعى وراء الأشياء ادعو الله إن كان فيها خير تيجيك لا تسعى وراها لذلك في الفقه الإسلامي لو رئيس الدولة أجاه واحد قال له يا رئيس حطني وزير زي ما اليوم كل الناس بصير ده تصير وزراء في الإسلام في القانون السياسي الإسلامي يمنع هذا من إسلام المنصب تعلمون لماذا؟ لأنه إيش؟ طلبها سألها لكن إن زكي لها إن زكي لها رشح لها ووافق بتكون سهلة عليه إذا هو طلبها هتكون صعبة ذلك تعرفوا القصة أبو ذر استعملني يا رسول الله يعني حطني عامل والي عندك قال له يا أبو ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأنت رجل ضعيف الشغلة مش شغلة الثقاء نبثق فيك بس هذا المنصب بده واحد قوي وإنت لا تصلح فيهاش مجاملات النبي ما جامل عليه السلام وأبو ذر ما ألح خلاص ضعيف بطلع كم من الضعفاء اليوم يحتلون مناصب عامة وخاصة في دولنا وبلادنا والأسف الشديد الفساد يعني حتى النخاع مش قدها مش إلك لو هؤلاء الناس يخشون ويعلمون ثقة للأمانة والله لا تركوها وذهبوا إلى بيوتهم هكذا كان الرعيل الأول يضع في السجن لرفضه منصب الحاكم تعلمون أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وكثير من العلماء رفضوا المناصب العامة لماذا مسئولية مسئولية إذن ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير هذه قضية قضية مهمة نفهمها أطلب من الله الخير واسألوا يا رب أستخيرك بعلمك أنت تعلم وأنا لا أعلم إذا فيها خير يسرني لها ويسرها لي وإذا فيها شر ابعدني عنها وابعدها عني وردني بما بقضائك وقدرك لي هذا الرضا مهم جدا ستكون خفيفة سهلة لذلك الناس اللي عندهم دائما أرق وقلق من الأشياء اللي بتسير معاهم بموتوا مجلوطين على فكرة بموت لا هدي المسلم دائما إن عجبت لأمر المؤمن حديث نبوي عظيم جدا عجبت لأمر المؤمن إن أمره له كله خير إن أصبته سر شكر فكان خيرا له وإن أصبته سر دراء صبر فكان خيرا له إذن أنت بين الشكر وبين الصبر هذا مش معناته أقعد في ايتي وما أشتغلش ولا أدرس لا أدرس واشتغل وصير لكن دائما خلي عندك هامش الثقة بالله عجبت أهلا وسلم ما جبتش بيجي غيرها ويا ما إحنا من حياتنا كل واحد فيكم جرب راحت علي أشياء الآن بيقول الحمد لله اللي راحت ولا لا الحمد لله اللي راحت لأنه اللي آجاه أفضل بكثير من اللي كنت تبكي عليه ولا لا طيب وجعلنا الليلة والنهار آيتين الجعل الجعل وجعلنا ما قال وخلقنا وخلقنا وجعلنا ما الفرق بين الخلق والجعل قال أهل العلم الخلق أن تشكل الشيء تشكل ترسم توجد هذا الخلق الجعل أن تعطي هذا الخلق وظيفة هذا سمه جعله لكن يقول إحنا جعلوا وزير هو كان مخلوق صح هلأ أعطوه إيش وظيفة وظيفة جعلني أركض ومش مخلوق يركض لكن أعطي وظيفة الركض وهكذا إذن الجعله أن تإعطاء وظيفة لموجود لموجود وجعلنا الليل موجود والنهار موجود لكن الآن وجعلنا الليل والنهار آيتين ما هي آية الليل والنهار الرؤية الرؤية الفيجن هذه الفيجن آية تدل على من؟ على الخالق سبحانه وتعالى أنت تخيل تخيل الدقة المتناهية في شروق الشمس وغروبها بالثانية من اليوم ليوم الخيام محسوب متى الشمس هتشرق ومتى هتغرب بالله عليكم مين مسيطرة على القضية؟ مين عنده برنامج الكمبيوتر بعمل تيرن اون تيرن اوف في حدا أبوي ولا أبوك؟ لا يكون إحنا اللي مسيطرين على القضية لا في عالم متناهي في الكبر والعظم وبيشتغل بدقة ذلك لو أن أهل الإلحاد سألوا أنفسهم هذا السؤال بتجرد مين اللي مين اللي مشغل؟ هوا رانز دا شو هوا رانز دا شو مين اللي مين تين مش بس حتى الرانز والمين تينين مين معقول هيك لحالها العقل لا يقبل لحالها لا يقبل في موجد وهذا الموجد لابد أن يكون عظيم مبدع عالم عنده علم وعنده خبرة وعنده حكمة حتى يدير هذا الكون إحنا أحيانا ضو الباكيارد بيقعد ثلاثة يام ناسينه مضوي صح ولا لا ليش؟ بشر اتخيل أنت تنسى الشمس ثلاثة يام لو أنت مسؤول على الشمس ناس الشمس ثلاثة يام طالعة فيش شي ليل ما بتمش لأمور إذن وَجَعَلْنَا الليلة والنهارة آيتين فمحونا آية الليل الليل محي منه الضوء حتى إيش النام إنه الليل لو ما في ليل ما بنقدر نعيش تماما الليل كما تشحن بطريقة جهاز الهاتف تشحنها مشان تشتغل أنت لما يجي الليل تنام هذا اللباس وهذا السبات حتى تستيقظ عند الضحى والفجر وتبدأ تعتاش وَجَعَلْنَا النهارة معاشا الليل لباسة ونوم وسبات عشان تتهيئ إلى يوم جديد إذن هذه الآية تدل على من الخالق سبحانه وتعالى لاحظوا الغريب في الآية وَجَعَلْنَا آية النهار مَقَلْ مُبْصَرَ قَلْ مُبْصِرَ هلأ مين اللي بيشوفني أنا بشوف ولا النهار بشوفني العلماء زمان قبل ابن الهيثم كانوا يعتقدوا أن العين تصدر شعاع زمان وبالتالي احنا بنشوف لأنه فيه شعاع لكن أثبت هذا الكلام أنه غلط إذ لو أنا بصدر شعاع كان بشوف في الليل إذا عندي أنا الشعاع لا هو الشعاع ينعاكس على العين من مصدر إضاءة إما مصدر طبيعي كالشمس والقمر وإما مصدر صناعي كالإضاءة بنعاكس وبعدين أنا بنشاف كيف السنسور بيشوفك اليوم احنا على فكرة اليوم نقدر نقام بهاي القضايا أكثر من جيل الصحابة لأنه الآن في نماذج صناعية موجودة أنت جاي والسنسور بيشوفك بيفتح لك الباب مين اللي شاف التاني السنسور شافك فأنت رئيت ففتح لك الباب النهار يبصرنا النهار يبصر اسم فاعل واسم مفعول أنا مبصر اسم مفعول النهار مبصر وجعلنا آية النهاري مبصرة وهذا على فكرة سبق علمي من القرآن الكريم في قضية الفيزياء من بيشوف كيف أنت ترى وجعلنا آية النهاري مبصرة ليش لتبتغوا فضلا من ربكم إحنا إنت بناخد الفضل من الله لما تطلع الشمس ونطلع على العمل يأتيك الرزق يأتيك الكنوز الربانية هذا هذا الفضل من الله ومعنى الفضل على فكرة الوقت كمي أدركني لكن هشرح الفضل في فرق بين فلان خير من فلان وفي فرق بين فلان أفضل من فلان الخيرية تكون دائمة دائما هو خير من فلان ليلة القدر خير من ألف شهر دائما خير من ألف شهر لكن لما ربنا قال وفضلكم على العالمين لبني إسرائيل هل كان تفضيل دائم؟ لا الفضل يعني عنده شيء زائد عن غيره لذلك الحديث قال فليعد أحدكم بفضله على أخيه من فضل عنده طعام يعود به على من لا طعام له إذا كان عندك فضل إيش؟ لباس تعود به على من لا لباس له إيش زيادة صدق فيه فالفضل الزيادة إذا اللي تبدغوا فضلا من ربكم رزقك جايك لكن أنت بتخرج مشان تزيد الرزق تزيد من رحمة الله عز وجل عليك وهذا من باب العمل والسعي في كسب الرزق إذا نكمل الآية ولتعلموا عدد السنين والحساب إحنا كيف بنعد السنوات؟ من خلال تعاقب الليل والنهار هذا الليل والنهار على فكرة عداد يوم راح يوم جاي هذا عداد سنين أشهر وسنوات وأعمار والحساب أرقام إحنا بنعرف الحساب من خلال ماذا؟ نعد واحد يوم نين يومين أسبوع أسبوعين شهر هذا كله على فكرة مخلوق في الكون إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهر في كتاب الله من خلق الصماء موجود هذا بأمر الله هذه رحمة شو بقول ربنا في النهاية؟ لتبتغوا فضلا مئة من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وين فصل كل شيء؟ إن هذا القرآن يهدي في الهداية القرآنية والهداية النبوية تركت فيكم فصل للناس كل شيء لتحقيق السعادة وتحقيق الهداية والحصول على النجدين وهديناه النجدين تذكر لما شرحنا النجدين؟ إيش النجد؟ الجبل الجبل الصعب يسميه النجد إذن الصلاح والنجاح والصعود واضح في الهداية القرآنية لذلك اليوم البشرية لو ضلوا يتعبوا مئات السنوات ما حيحققوا السعادة والهناء إلا إذا رجعوا إلى منهج السماء بعيد لو البشرية سعت مئات السنوات لن تحدد ولن تحقق السعادة والهناء إلا بالرجوع إلى منهج السماء وإلا فهو الشقاء هذه رسالة لنا كمسلمين ولغير المسلمين هذه الهداية تماما زي لما يخرب الجهاز بوديل اللي صنعه اللي صنعنا واللي خلقنا أنزل هذا الكتاب وقال يا عالم يا عبادي هاي الهداية تفضلوا ليش نصر نروح نجرب غيره؟ ليش نصر؟ هاي البشرية لهم تدفع ثمن مسلم وغير مسلم عم يدفعوا ثمن الترك منهج السماء الإعراض عن منهج السماء طيب هلا أنا بعد الخطبة ما سمعتها يا إمام شو بدي أعمل كإنسان عندي بيت وعندي زوجة وأولاد أنت مسؤول أمام الله عن تطبيق هذه المعاني في بيتك في هداية في القرآن كيف تكون أب وكيف تكون زوج وكيف تكوني أم وكيف تكوني زوجة وكيف تكوني عايشة مع حماتك وتربي أولادك وبناتك ما تقولي ما بعرف لا عذر بالجهل اليوم القرآن موجود وتفسيره موجود ومتوفر لا عذر بالجهل كل واحد يقول أنا بدي أطبق هذه المعاني عن نفسي حتى أبدأ بالتغيير فيغير الله عز وجل من حالنا بإذن الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين استغفروه وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة